السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مازدنا نجي هذه المقابلة مع الأستاذ الفاضل كمير علي الرمحي أبو باسل وهذا الجزء هو الجزء الثامن من هذه المقابلة أستاذنا الكريم بدنا نسألك عن الحرب العالمية الثانية وهل كان لها أي تأثيرات على فلسطين أو لا اللي حرب ألمانيا والحقيقة الحرب العالمية الثانية كانت لها تأثيرات على كل البلاد العربي لأن الحرب العالمية كانت مدمرة وبين طرفين فتعطلت فيها الحركة السياسية وتعطلت فيها الحركة العمرانية والاقتصاد التأثر هذا بصورة عامية حسب الحلوماتي اقتصاد تأثر كثير كثير في الحرب العالمية يعني فيه صار بطل السكر صار قليل الرز صار قليل لدرجة أنه كنا في الأخير صاروا يجبونا سكر من الشمندر أحمر يعني فيه كثير كان فيها يعني أثرت كثير حتى إن عكست على القرى كما بنفس الوقت على المدن ومن المدن على القرى طب عم الزراعة تأثرت في هذا الوقت أو بمعنى تصدير مثلا بعض نعم نعم مثلا البرتقان كنا إحنا عنا فيه أربعة عشر بيارة زي ما قلت لك لأهل المزارع كانت وكانوا يجوا التجار من يافا يضمنوا البيارات شايف كيف فطبيعي هذا في الحرب العالمية كله توقف أبدا صار فيه شي زي ما تقول لا بيع حبوب ولا تبيع فواكه ولا بيع برتقان ولا إشي ولا حاجة توقف تكير لمدة ثلاثة ثلاثة سنين تقريبا كانوا الناس هابينين والمصارد والمصارد صارت عزيزي والمعامو صارت صارت عفض عليها على الأساس ما حدش عارف وقتش بدأت تنتهي الحرب العالمية الثانية بعدين الله قضى عليهم الطرفين الألمان مع البريطانيين وإحنا معهم طبيعة لا شك طيب حاجة حدا من أبناء قريتاك شارك في الحرب العالمية الثانية مع البريطانيين لا لا أبدا حارب الناس كانوا يبتعدوا عن انخراط في الجيش البريطاني البريطاني يعيدوا يعيدوا للألمان والله في ناس كانوا يؤيدوا الألمان وفي ناس كانوا يؤيدوا للألمان لأن الألمان كانوا ضد الإسرائيليين ضد شارك شارك وشارك وتدرب هناك على السليب العسكرية في ألمانيا وفي فرانسا كانت يعني تردد على التين ومن هناك طبيعة سنحة الفقر من ألمانيا على بلده كوليو وشكر الفصائل اللي قلت لك عنها طيب حسب معلوماتك عم اليهود شاركوا في الحرب العالمية الثانية مع الإنجليز لا شك إنه كانوا اليهود يشاركوا مع الإنجليز يساعدوا الإنجليز لكن تأثيرهما كان كان شخصا كانت التأثير لك ولكن اليهود كانوا يحاولوا وعزات إنه الإنجليز يكونوا رابحين طبعا كنت أسمع بشركة ستيل نعم شركة ستيل ستيل نعم كنت أسمع فيها والله ما عندي أسمع لبعض عنها هاي طيب حجي بإثناء الحرب العالمية الثانية هل كانوا يعني بأوامر دفاع أو بأوامر عسكرية يأخذوا مثلا المحاصيل الزراعية بأسعار دخسة مثلا لا لا بالعكس الناس كانت تتبيعوا للحكومة يجوا الحكومة مشان يسجعوا المزارع كانوا يشتروا القمح يشتروا للشعير كل الحكومة تشتريها مشان يسجعوا الناس بس وبعدين استقطاب إلهم يعني مشان الناس تحب هل تعرضت المزارع على هجمات أو مناوشات من العصابات الصحيونية بعد الحرب نعم مرة تعرضوا لمناوش للبلد ولكن الحمد لله ما أفلحوا كان ثوارنا وقفينهم بالمرصاد وما تمكنوا شيء يوصلوا للبلد طيب عمي بعد الحرب العمية الثانية بال45 و46 هل اليهود وعصابات الصحيونية هاجمت القرية أو ناوشت القرية لا 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 ما كدروا يهاجموها لأنه يعني زي ما تقول بلدنا كانت وقفت لهم بالمرصاد وليس لما نزحنا نحن أجوا عليها مسحوا مسح مسحوا أدم وليبيوت كلها عن بكرة أبيا انتقام منها طيب حجي هل كنت شاهد تدريبات الشباب اليهودية والشباب الصحيونية كانوا في معسكرة كانت مستعمرة يسمها مستعمرة كانوا يتدربوا فيها على العصي يحملوا عصي ويتدربوا تدريب عسكري داخل المستعمرة ولا يطلع في السهل داخل المستعمرة لا 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 ما كانوا يتسجل ويطلعوا برا طيب وشو كانت أعمارهم شباب صغر ومبنات كانوا يلبسوا زي مو حد لا لا أبدا خاصة الناس جمعية جمعية الكوبوتس نعم الكوبوتس كلهم ملقطين تركيط يعني كانوا أفراد أم كانوا عائلات لا لا في أفراد وفي عائلات الكوبوتس وكانوا يعيشوا في مستعمرات خاصة لهم كان الواحد يشتغل مقابل أكله شربه ومصروفه فقط تغيره ورفاهيته بينهم في بعض طيب حجي شاهدتم يتدربوا بالعصية بس صار عندك أي مشاهدة انوا يتدربوا بالأسلحة الحية حجي والله مش شكت شكت اسمه الرغم بس كانوا يحملوا الأسلحة في المستعمرات كانوا يحرصوا مستعمراتهم بالأسلحة خوف من العربي ومن الرغم من هذا كانوا العربي هاجموا المستعمرات وينهبوا منها وينخرقوا ويطلعوا طيب عمي هل وعيتوا للخطر الصهيوني هل يعني علمتم بأن هناك خطر صهيوني ما بعد الـ 45 الحقيقة بسورة عامة الناس وعيت بعد الـ 45 أو 48 الهجسة ثلاثة اليهود عم بتحاول تشتري عن طريق تجار عرب بأكبر مساحات ممكنة من الأراضي الفلسطينية هناك صار فيه وعي وبطلت الناس حتى التجار اللي كانوا ساماصر وشيما يتهموهم بالجواسيس أو بالأهرب الناس اللي خارجين على القانون الفلسطيني أو على الرجول الفلسطينية نعم طيب يا حجي قرار التقسيم اسمعته فيه نعم تقسيم الـ 48 نعم 47 باحث 47 نعم 47 نعم في تقسيم الـ 48 بلدنا طلعت خارج التقسيم قسم من أراضيها داخل التقسيم وقسم خارج التقسيم وأعتقد أنه التقسيم كان يبدأ من حيفا يمشي مع السكت الحديد نفسها كسم شرقي وكسم غربي وكان مسال عديد بلدنا أخطأ بلدنا وطلع على اللد والرملة وطلع فوق على الكدس ومنها إلى بلد غزة طبعا كيف كان رأي أقريتك شو كان رد فعلهم على قرار التقسيم يا حجي والله هو الحقيقة في أغلبية الناس يعني طالما أن الحكومة البريطانية كسمت العرب عربين خلت قسم لليهود قسم للعرب على أساس أنه هذه المنطقة في من أيد هذه الفكرة وفي من عرضها كان نش لو قاطر فيها طيب عمي على ضوء الخطر الصحيوني اللي أنتوا صرته وعتوله وصرته تحسوه أيضا على ضوء قرار التقسيم اللي وضح المسائل أكثر وأكثر وإنما هناك مخطط لإخراجكم من فلسطين هل القادة الفلسطينيين هل قادة الشعب الفلسطيني يعني التقوا مع الجماهير التقوا مع الناس حاولوا وعوا الناس حاولوا يعبؤوهم الحقيقة كان في توعي توعيد بأس فيها بس توعيد معظمها سرية على سنو ينتبه يا ناس الحلال لا تبيعوا راضيكم لليهود اليهود مقرب بلاعوا الفلسطين بوقظوا فلسطين بوقظوا بلادكم كذا الاخري كانت هاي النعر موجودة على حسب معرفته عنه نعم ولهذا السبب في كثير ناس ما بعض عراضي حتى كانوا يعني ناس معدودين على الصابع وما باعوا رأسا لليهود باعوهم العرب والعرب راحوا باعوهم نعم يعني كان فيه قيانة عربية من بعض النفوس المريضة طيب حجي اللي كانوا يمسكوا معه سلاح من ابناء العرب البريطانيين شو كانت تصرفهم معه اعدام اعدام ابدا اي واحد يمسكوا عنده سلاح اول شي ينسفوا بيته وبعدين يعدموه طيب في المقابل كيف كانوا يتعاملوا مع اليهود اللي يمسكوا عنده سلاح فيه شو سمعت عنه هذا كان الوسيط بين العرب واليهود على اساس انه يسلح ويكرب وشت النظر الطرفين لكن ما افلحش ولما شافوا انه كانت سياسته تقريبا حسب ما سمعت انه صور ميال للعرب اكثر اقتالت والعصابات الصيونية وصور ما الحق يا حجي لما صار مع الحق قتلوا طيب حجي بنا نسألك عن المرحلات قبل الاحتلال الاحتلال من القرية هل فكرت بالحصول على اسلحة هل فكرت بالشراء اسلحة من شان قبل الـ 48 قبل الـ 48 دعا من ما بدت ثورة الـ 36 صار الكل يروح وبيع ذهبات مرتب ومصوريات هل يروح يشتري السلحة لماذا؟ لأنه شعروا الناس الليهود يستولوا على كل الأراضي وعلى القرى وعلى كل شيء صارت قائمة تحافظ على حالها يشتروا أسلحة من مين كانوا أسلحة يا حج والله كانت أغلبها كانت تيجي من مصر من الأسلحة واندك واندك راح لمصر يحج نعم راح لمصر واجاب شحنة أسلحة والحمد الله يعني سلح والسباب شو المخصول بالشحنة يا حج كم قطعة تقريبا مشتر راح والله جاب عدة قطعة وبعدين كان جاب كمان قطعة زي ما تقول غيار للأسلحة زي ما تقول يعني جاب له 20 قطعة حج اه اه هو لا 25 قطعة جاب وبعدين ذخيرة ذخيرة بس للأسف الشديد طلعوا شو هذا المصاروي قساسي كانت الذخيرة اللي 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 اعطونا اياها مش معظم المذر كانين بس جالين جالين وبعوها جديد وفي هذه وقت الناس ما كانت تعرف اه ففي شي كان يطلع وفي شي ما يطلع عش محج مين غير والدك كان راح لمصر مين غير والدك راح لمصر يجي مسلحة ما في حدا هو وراح مع ولاد عم ان مساعد ومساعد مين هم اللي راح مع ابوي وقت شباب راح وحساس يساعد من ومساعد بالنقل الاسلحة نعم الانجليزية او انجليزية تطبع بعدها تطبع الالمانية والطريانية ثم هل كان يتحدث تجار اصطحة غير لانجليزية اصطحة 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 مصادرة تطبع اصطحة اصطحة برن برن نعم برن لالبلد خاصة يعني هاي شارك فيها كل اهل البلد اه طبيعي دفعوا في تماما نعم مين كان متخصص على البرن يا حاج في شباب كانوا في سرطة مين واحد اسمه محمد ابو سليم وفيه كمان واحد ابو العبد السنتة هذول كانوا ساطرين وكانوا الرصاصات عندهم نعم وكانوا لما يصير فيه معارك او اشي دائما يستعملوهن طيب عمي كيف كانت جود الاسلاحة اللي جابوها من يعني الذخيرة كانت تعبانة بش السلاح نفسه كيف كان السلاح والله لا بأس فيه كان منيح يعني لا بأس فيه اللي جابوا ابوي من مصر وفيه ناس تانيين غير ابوي جابوا من مصر اسلحة كانت كانوا هم كانوا بعرفش منين مصادرهم كانت المصريين يجيبوا الاسلاحة كان سهل عمي يعني احضر السلاح من مصر الى فلسطين جدا شحن عادي شحن 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 في الكطرات طيب عمي ام توصل السلاح الى القريلة ما والدك راح تجابه ولا يعني على عدة مرات لا والله نقلتين نقلت راح جاب ذخائر ونقلت راح جاب البناتك خائر ابو عربين منذكية تقريبا طيب عمي وصلت هذه الاسلحة قبل المناوشات مع اليهود لا 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 وقت المناوشات في يعني وصلت في وقت ما هي يعني ضرورية طيب حجي تقريبا كل العائلات عائلات الرمحة او عائلات زرعة امتلكت اسلحة بشكل متكافئ او لا اه كل شباب البلد كله نعم طيب هل تم تدريب الاشخاص على استخدام هذه السلاحة؟ طبيعي في شباب كانوا عندهم قنفية على الاسلحة وكانوا يدربوا للشباب وكنا نطلع بره في الجبال منشان ايش؟ منشان يعلموهم على اصابة الهدف يعني التدريب كان منحصر عمي في الرماية؟ اه في الرماية واصابة الهدف في استعمال السلاح طيب صيانة السلاح فكوا تركيب السلاح؟ كل واحد كان مسؤول عن سلاح يعني قصد كان يتم التدريب على هذا العملية؟ اه طبيعي كيف ينظفوا السلاح والزيت موجود وكل شي موجود كان طيب عمي المشاء التدريب على المشاء وعلى يعني قواعد عسكرية اخرى كان فيه او فقط التدريب على المشاء؟ لا بس كل واحد يتدرب كيف يستعمل قندقيته كيف يرمي ورماية جيدة تكون بس هذا هو كانت على مستوى ضيق كثير فبتذكر من المدربين اللي كان دربوا؟ والله من الشباب شبابنا اللي كانوا في في البوليس الفلسطيني كانوا بالسر كبوليس فلسطيني جدا يدربوا الشباب اللي ما بيعرفوا ش تستعملوا سلاح الأسلحة في ناس كثير كانوا شبابا تتذكر اسمعهم حجي؟ مدربين؟ اني حافظة العامر في واحد اسمه اسمه حافظة العامر وفيه كمان اش اسمه حافظة الوضحة؟ لا حافظة العامر بس هو اللي كان يعني واحد يعني اشتر واحد حافظة عامر مش حافظة العامر بس نمر نمر الوضحة نمر نمر هذا كان في عفا وكان في عنده خلف ها يعني فيه شباب اللي يعرف على عنده معلومات عسكرية وكيفية استعمال السلاح وكيف تنظيفه وكذا الاخر واحد يدرب الثاني واحد يدرب الثاني قبل ما تكتمل عملي التدريب هل دخلتوا اشتباكات مع اليهود؟ ما طبيعي قبل ما تكملوا التدريب؟ مطيع العامر والسعيد العذبة هذه معركة قوية ومكننا ان نسط اليهود نعم حتى يعني الوقت كمان علي اليحيى ومن الثاني؟ منصور تخوهم هاشل تخوهم الكوات البريطانية تخوهم مات وحمه الله نعم تخوهم في البلد كانوا نادين على البلد يجيبوا اغراض من البلد لما هاجرنا هنا سنة 48 يعني كانوا يتسللوا قصدك؟ اه كانوا يتسللوا على اساس يجيبوا اغراض انهم اغراضهم الشخصية نعم تخوهم تخوهم من كان مسؤول عن عملية تنظيم الدفاع عن القرية؟ هل كان في هناك شخص معين؟ لو خالق او صلاح خالق او صلاح طيب كان في خط الدفاع حجي تفاصيل عن خط الدفاع كيف بحاجة وكيف انسحبه او كانت مسألة عشوائية؟ والله كانت هيكة على البركة على البركة عساس انه احنا شباب وجدنا في القرية ونحافظ عليها من اليهود ومن دخولها اليهود ضلوا يحافظ عليها لبينما صارت النزحة وكل واحد راح في حالة طيب حجي تتذكر عدد المدافعين عن القرية؟ هو الحقيقة قدروا يكسموا الشباب لفئات عملوا ثمان نقاط حولين البلد وزي استحكمات ثمان استحكمات غير الاستحكمات عمين بذا نسأل من اول كم واحد كانوا يدافعوا عن القرية اللي مالكي اللي اسلاح كل شباب اللي معه اسلاح ساف كيف يعطي اسلاح اللي عليه نوفي مشان يدافع فيه طيب حجي هل يعني ايجا للقرية ثوار من خارج القرية؟ والله كانوا ييجوا ضيوف علينا الحقيقة ثوار او لا؟ اه ثوار كانوا ييجوا ضيوف علينا ونحييهم ويمشوا ما في ناس منهم استقرر عندكم من هذول الثوار يا حجي؟ لا 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 طيب جيش الانقاذ عم يجاكم؟ جيش الانقاذ لا موصل ماشي موصل طيب وصلكم عمي جنود نظاميين عرب؟ ها؟ وصلوا للقرية او حول القرية او في محيط القرية جنود نظاميين عرب؟ لا 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 جيش العربي جيش السويي جيش العراقي؟ هذا بعدين بعد ال48 بعد ناس ال48 اجر الجيش العراقي على بلدنا وهو اللي كان وضع استحكامات ووضع قطط عسكرية قبل ما تحتل القرية احجي؟ قبل ما تحتل القرية نعم – حسناً، عددهم كبير عمي taki assó – فوج واحد اسوه، عمر علي كانت HE Tony – fulfilался علي جراحك في مناطق اخرى إلها كان هذا زوج من جنين ل impedقد القرية – عمر علي نفسه شخصياً عميزار الهوائج والله كانوا يجوا هم عسكريين وهم اللي وضعوا الخطط ووضعوا مكان الاستحكمات وبالفعل بنينا استحكمات قوية على اساس انه نثبت لكن للاسا فالعم تذكر مين كان الضابط الموجود عندكم الذات ما كانوا كانوا كل معظمهم في كفر كاسم وفي مجر الصادق يعني تجمعهم في المعسكر هذا انتم مكانوا عندكم ناس في الكلام لا 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 طب عمي شو كانت اسلحاتهم معهم اسلحاتهم والله متعددة كانت معظمها بريطانية على قصد يعني اسلح فيه اطلح ثقيلة واسلحة خفيفة كانوا معهم مدفعية المدفعية العراقية أبلت بلاها حسنا نعم عمي كنتوا يعني تساعدوهم في بعض النواة التنمونية ببعض والله يومهم ما كانوا يتحدث العراقيين أعوذ بالله في الشئ المؤن عليهم بشكل مش معقول كان العراقيين كثير متوفر عندهم نعم نعم عمي ذهبتوا فزعاء أو فزعات لقرى أخرى آآ رحنا على العباسية نعم لما كانوا اليهود بدوا محاولوا انه يستحلوا العباسية رحنا عليها وحافظنا عليها الحمد لله بالاشتراك مع كل الفصائل يعني والقرى والقرى نعم طب بهذا الفزع هدا من ابناء خيرتك استشهد أو جرح ما نقول لك بالعباسية العباسية مين اللي استشهدها جرح خالي أب صلاح في العباسية ومين الثاني مين أظني أظني الثنين اللي نجرح مش متذكر والله مين هم لكن بس الدروحهم كانت بسيطة أما خالي أب صلاح كانت انطلقت أصابته في السيدروح طب غير العباسية هاي المعرك القوية اللي اشتركوا فيها ولاد جماعتنا ها المعركة الهلمة هذي كان عندهم في الأخير تصار في معركة هناك بين اليهود وبين العرطة عند مستعمرة اسمه مستعمرة الهلمة هذي مستعمرة ألمانية طب شو سبها هذي المعركة بل اليهود كانوا بدهم يجوا يحتلوا مطار المطار اللد طيب والناس فزعوا كلهم من القرى ايه الكل كان في تعاون مع طيب يروح ومشي عمي ولا في وسائط نقل لا والله كانت في وسائط نقل بسكالينة جدا جدا طيب في هذي الهلمة عمي حدا من أبناء قريتك استشهد أو جرح لا 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 طب حجي حدف ازعلكوا انتم من القرى ثانية احنا ما كناش محتاجين لمساعدة لأن الحمد الله كانت القوة موجودة وكفاية بالنسبة لنا نعم شبابنا يعني كانوا متحمسين بعدين فيه كان فيه طبيعي لا شك ان فيه اللد والرملة كان فيها محارك تصير طاحني بين اليهود وبين العربي كنتوا شاركوا فيها عمي هذه المحارك لا احنا لا نعم بس فصائل اللد والرملة هم اللي كانوا يدافع في منطقة اسمها واد الاخيار هذه المنطقة حاول الاسرائيليين من يحتلوها مشان يقطعوا الطريق على اللد وعن مطار اللد عن اللد وبعدين بقى فلحوش بعدها اجل الاحتلال اجت الهد وراح كل واحد طيب عمي قبل الاحتلال القرية كنتوا مستخري في القرية اثناء سبعة عزين وثمان واربين هل استقبلتم لاجئين من كرة اخرى لا ما اجاكم مرة حاجة اجا في المدة الاخيرة من الرنتي والعباسية اجوا ناس من الرنتي والعباسية على بلدنا استقبلناهم وحيناهم وسكنناهم بنفس الوقت على بناء انهم بدهم يرجعوا على بلدهم لكنهم يرجعوا من العباسية وكفر عنا حتى كمان نعم طيب حجي قدمتولهم يعني مساعدات والله اللي قدمولهم الناس اللي قدروا عليهم يعني اللي قدروا عليهم وسكنوهم الناس اللي لا مساعدة او سكنوهم لانهم اجوا مع محمس السياس طيب عمي هل بنيتوا استحكمات الدفاع عن القرية بنيتوا انتوا شخصيا ولا يعني الجيش العراقي يجى حسن علي لا احنا لبنائينا احنا جيش العراقي جيبنا الكياس واحنا كنا عبين نعبين نتراب ونبني بنينا استحكمات غرب البلد بتذكر اربع استحكمات قوية جدا طابقين استحكمات وتركناهم كيف طابقين يا حجي يعني طابق ارضي ننزلنا في الارض فحرنا في الارض على اساس انه اجت غارات جوية انه ننجل تحت الارض لانه اليهود كان عندهم طيارات والبريطانيين كان عندهم طيارات يعملوا غارات جوية طب عمي يعني اربع استحكمات اللي عملتوهم اربع استحكمات هم من شمال القرية الى جنوبها قويات جدا وكل استحكام مظاهر للإستحكام الثاني طب اشتخدمت كياس الرمل اه اه طيب ما عملت دشم حجي اسمنتية لا لا الرمل كان وقتها اكبر شي لانه الاسمنت كان عزيز وغالي جدا طب ليش فقط من الجهة الغربية عمي كانت لانه الهجوم كان يجينا من الجهة الغربية لانه الجهة الشرقي كان محميه احنا كنا محميين احنا خط امامه كنا محميين من القر اللي خلفنا نعم طيب الجهة الاخرى بتات العمي ما عملتو منها استحكمات لا 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 الشركل بس الغرب كله طوقنا اعطته استحكمات عالية كاسفة كم عمق حامي في الارض الاستحكام؟ الاستحكام كان او متر ونص ننزله كاك درجة من شأن اذا صار في غارة جوية يعني زي ما تقول اصيب الطابق الاول اللي فوق واللي في الارض ما لا ينصبوش نعم طيب حجي شو استخدمتو انتو في حفر الخنادة الخادر؟ والله غير الكركات واللي فوس لانه الارض كانت طريق الكل من ابناء قريتك تشاركوا كل كل اهل البلد كانت كلهم متعاونين معباد مين كان ينظم عملية المناوبة يا حجي؟ المناوبة كان سباب من البلد من بلد وعلى رأسه من الخال ابو صلاح طب كانوا تابعوا هذه المناوبات قصدي فتشوا عليهم؟ طبيع بعروفة ابدا سجل اليوم الليلة فلان وفلان 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 في المنطقة الفلانية فلان وفلان في المنطقة الفلانية نظل من المغرب للصبح كان فيه التزام كل في هذا الموضوع؟ جدا حظتك كنت اطلع استحكى؟ اي نعم انا كنت من الناس اللي اطلعوا كمان الوظيفة براء منهم كنت في الموليس الفلسطيني الموليس الاردني لكن كنت اطلع كل ابناء البلد وبعدين في عندنا كثير مضربين من ابناء بلدنا كنت اطلعوا في الموليس الاطافي والموليس القلصيني كلهم كانوا يجيدوا الاستعمال الاسلام نعم طيب حجي المنوابات كانت تستمر طول الليل مثلا؟ اه فيه نوابات كانت تستمر فيه طول الليل يعني زي ما تقول يكونوا عشرة خمسة اول الليل يصهروا وبعدين لما صير نص الليل يناموا الخمسة ذولا يفيكوا جماعتهم الثانية يعني على قسمين مش طول الليل طيب حجي كانوا يستعملوا كلمة السر بين بعض نعم تذكر ايش انو كلمات السر يا حجي؟ والله مرات تكون السر الليل مثلا رعد هوى مثلا سر الليل كله هوى كانوا يختاروا الاسماء من الطبيعة؟ احنا كنا نختار الاسماء من الطبيعة ونعممها على السباب كلنا طبعا هل حدا من ابناء قريتة قادر القرية قبل الاحتلال؟ لا 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 يعني ما في حدا هرب لا 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 كلهم ضلوا مع بعض؟ نعم وعجروا كلهم مع بعض طيب اثناء عمي يعني الترقب ما سيعني يحدث نتيجة حجمات الصحينا نتيجة الأحداث هل تأثرتوا اقتصاديا؟ طبعا لا شك وزراعيا؟ زراعيا و اقتصاديا و البردكان نستأجر ناس لكي يخرطوا العب عن الشجر و يرموه على الارض لكي نريع الشجر طيب حجي بكيتوا تزرعوا و بكيتوا؟ والله المزارعين بكيوا على نشاطهم الحقيقة عشان انه فيه كان مشان اول شي يقنوا و يزربوهم و بنفس الوقت يبيعوا مشان يستفيدوا الثانية نعم كانوا يزرعوا خدار صيفية و بعدين فواكه كان فيه قليل بس الفواكه كانت في البيارات اما الخدار هذي كانوا يزرعوها و يستفيدوا منها بعدين في الستاء يزرعوا كمع و يزرعوا شعير يزرعوا ذرة سم سم عم اليهود مارسوا خلق الاشجار او تسميم الابعار والله اليهود كانوا اذا يخلعوا السجر سجر البيارات كانوا يطلعوا يخلعوا سجر البيارات بواسط التركترات في الليل لانه كانوا يقوم الكافي في انه يتحافظوا على على البيارات هذي اللي كنت قاموا و كانت بعيدة لذلك كانوا يستقنوا يجوا يخلعوا الشجر يقربوا و يروحوا طيب حجي تذكر مين هذي البيارات اللي كانوا يخلوها اللي خلعوها في بيارة لدار السبح و في بيارة لشيكسو القطيب هذي اللي خلعوه و بيارة احمد العثمان و بيارة احمد العثمان كانت سجرة منها نعم طب حجي سامع في مجدرة دير ياسين صعحت ثانية مجدرة دير ياسين سمعت في مجدرة دير ياسين ها سمعت في مجدرة دير ياسين سمعت تاثناء لكنه مجدرة دير ياسين اسمعت فيه حج ولا لاحبا لاaron ל-وجود مجدرة دير ياسين ما هو الوسيل girls هي اللي خربت بيت الناس وخوفت الناس اليهود بيعملوا اليهود بذبحوا اليهود بيهتقوا العرض وكذا الى آخرين مطلعوا لها سمعة مش عسب الواقع صحيح ما كانت حسب الواقع عبدان وهي اللي رمت الرعب في كله كل العالم كل الكرة والمدن حضر المنسبات طيب عمين انت سمعت هذا الكلام في الراديو او من أكسر الناس لا والله انا سمعته من بعض الناس يعني اللي كانوا في دار يصير مش بهذاك الاتقال او بهذاك الزخم خلينا نقول انه كانت الحوادث في البلد نعم طيب حجي يعني كانت تأثير واضح على قرار الناس بخروج على نفوس كل الناس معركة الدرسين طيب حجي اسمعت باستشهاد القائدين الكبيرين عبدالقادر حسيني وحسن سلامي نعم هل كان تأثير حسن سلامي استشهد تساوب في بلد اسمها مدرس صادق وكان هو يدير معركة على جاز استعادت هذا بقول لك المعسكر الوقف او معسكر الراسلين وهو مختبئ اجدهم كمولة بورتر على جنبهم صابتوا شذية في جنبه نكلوه على المستشفى وبعدين فارق الحياة رحمة عبدالقادر حسيني استشت في القسطر لما كان عبدالقادر موجود كانت ثورة في جبل الكدس ثورة منظمة جدا جدا فهو كان الحقيقة سافر على مصر رجع مالك في جواب وهو تجاوب بالنسبة لثورتنا ولذلك رجع خاطب ودخل المعركة كان في القسطر مستشهد في القسطر عليه الرحمة الله يرحمه المهم عمي كان له تأثير كبير على معرويات الناس عبدالقادر الحسيني كان لتأثير بعدين عسكر مر طبع عمي كيف كنتوا تتابعوا عنباء المعارك والخبار والله يكوننا نتابع من الكرة وشاف كيف ومن الراديو من الراديو أي راديو كنت تسمعوا له أحد؟ فش ممنوع إلا فلسطين فلسطين؟ آآآ القدس فش ممنوع تتذكر بي كان مدير الإذاعة أو مشغول الإذاعة؟ فش ممنوع إلا فلسطين؟ أقول الحقيقة الحقيقة وش ممنوع إلا فلسطين كون البريطانيسة وزعت ردوية على وين؟ على القرى من جملةهم قريةنا أعطونا أبوي راديو شاف كيف سيد العزيز مع مفتاح تفتحه على فلسطين بس على القدس بش غير المفتاح العادي كفر وكانوا المختير مسؤولين على الراديات الناس ووقت الأخبار كل أهل البلد يجمعوا ويسمعوا ويستمعوا الأخبار عن طريق الراديو كنا نعرف كيف سيحدث في البلد حجي حجي إذا حضرتك بدنا نأخذ الاستراحة ونتابع حاجتنا إن شاء الله ماشي الحاجة